حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات كبيرة في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات على مدار تماني سنوات هي العصر الدهبي للمرأة المصرية ولم تكن تلك النجاحات لتتحقق دون الإرادة السياسية الدعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية بخطة متسارعة تسير الدولة نحو الحفاظ على حقوق المرأة المصرية بشكل عام ووضعها في المكانة التي طليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ توليه الحكم كان منحزاً للمرأة المصرية حيث تجلى ذلك في إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ليبرز انحياز الرئيس السيسي أيضاً خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأمة المثالية العام الماضي بالتأكيد على أن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة وفي معرض حديثه عن الجمهورية الجديدة أكد الرئيس السيسي كذلك أن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم في الجمهورية الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في التاريخ الحديث والتي تستهدف في المقام الأول لاستثمار في الإنسان اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية جاء كذلك التزاماً بالدستوري الذي رصخ قيم العدالة والمساواة وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص وما كف له للمرأة من حقوق واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتمنية المستدامة استراتيجية تسعى لبناء مجتمع عادلاً يطمن الحقوق والفرص المتساوية من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات وإيماناً من الدولة بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققاً إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوهي العمل الوطني وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القرن